ردت مفوضية الانتخابات 322 طعناً وأعلنت توافق على العد والفرز اليدوي لـ 224 محطة في بغداد والبصرة وصلاح الدين وذكرت في بيانان أنها ستقوم بتقديم توصية المناسبة بشأنها وذلك بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي إذ أن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثل المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد دواء إجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة وستواصل المفوضية النظر ببقية الطعون تباعاً على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم نظر فيه يومياً لحين استكمالها جميعاً